نظمت اللجنة الدائمة المكلفة بالحج والعمرة رحلة للحجاج الشديين من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة الذين يتمكنوا من زيارة مدينة مصطفى صلوات الله عليه وسلامه من المدينة المنورة وفين الزميل علي فاضل قدرك بهذا التقرير اللجنة الدائمة للحج والعمرة تنظم رحلة إلى المدينة المنورة للحجاج الذين قدموا على متن الطائرة الاخيرة عن طريق مدينة جدة وهو ما اكده عضو اللجنة المكلف بالاسكان طبعا هذه الرحلة تعتبر الرحلة العاشرة التي وصلت من مطار جدة ولم تصل إلى مطار المدينة والسبب في ذلك هو التأخير الحجاج مجيئهم من جمين إلى المملكة العربية السعودية هذه الرحلة العاشرة باذن الله في هذا اليوم وهو يوم 23 تزعة سيتوجهون إلى المدينة المنورة لعجل زيارة النبي صلى الله عليه وسلم والاماكن المزارة في المدينة وان شاء الله باذن الله تعالى ستقوم في صحبتهم جماعة من اللجنة الدائمة للحج والعمرة وان شاء الله ستصحبهم السلامة وهناك سكن مجحز لهؤلاء الناس في المدينة المنورة وسيرقدون هناك ثم بعد ذلك يقومون بالزيارات ثم بعد ذلك السيارات نفسها تأتي وتأخذهم إلى مكة المكرمة ثم بعد ذلك يتحيئون إلى السفر إلى أنجمين بإذن الله تعالى وعن أهمية زيارة المدينة المنورة والمقدسات التي يستحب زيارتها أعوضها مرشد الفوج زيارة النبي عليه الصلاة والسلام من أفضل القربة ومن أفضل الفضائل لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من أهد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام مقابر البقية اللي هي مدفون فيها آل بيت رسول الله وسعيدنا عثمان بن عفان وكثير من التابعين وكثير من الصحابة لابد أن نزورهم وندعو لهم بالرحمة ثم نزور مسجد قباط ومسجد القبلتين وكذلك نزور مقابر الشهداء أحدة التي فيها زعيم الشهداء سيدنا حمزة بن عبد المرطل وبهذه الزيارة تكون اللجنة الدائمة للحج والعمرة أجابت على كل التساؤلات والشعيات التي قيلت بأن حجاج الرحلة الأخيرة لن يتمكنوا من زيارة المدينة المنورة إذن بعد التقرير حول فوج الحجية الشهدية المدينة المنورة نصل أياكم إلى ناية هذه النشرة الإخبارية العربية نشكركم على طيب الانتباه والمتابعة نبقاكم دمتم في أمان الله السلام عليكم